بسم الله الرحمن الرحيم مع كنزة عظيمة جدا من كل السنة سنة نسيرة وعظيمة جدا لأنك وضبت عليها كل جمعة كتبت عند الله سبحانه وتعالى بارا بوالديك وغفرت لك جميع الذنوب كتبت بارا بوالديك وغفرت لك جميع الذنوب روى الإمام البهيقي بسنة صحيح وسأكتب لكم الحديث في الوصف الفيديو وفي التخريك الحديث رواة الحديث كله موسيقات من حديث محمد بن النعمان قال عليه الصلاة والسلام من زار قبر والديه كل جمعة أو أحدهما من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب برّة برّة يعني يكتب تكتب الملائكة بارا بوالديه سنة عظيمة ومهجورة لبالي يزور الوالدين كل جمعة يكتب عند الله سبحانه وتعالى بارا بوالديه أنتعارفين سواب البرّة عظيمة يعني يكف أقول لكم أن سيدنا قويس القرني ده يعني ده أفضل التابعين الرسول أسنى عليه وقال سيأتيكم قويس قويس ده كان له أم كتبيرة في السن ومريضة فبرّوا بها منعه من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فبقى تابعي يعني ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول قال والذي نفسي بيدي لو أقصى مع الله لأ برّة فقال لهم سيأتيكم قويس في وفد من اليمن يبحثوا عنه ولما تشوفوه تطلبوا منه أنه يدعو لكم واستغفر لكم فالذي نفسي بيدي لو أقصى مع الله يلاقي برّة فسادنا عمر من خطاب قعد يتتبع الوفود اللي جاء من اليمن لغاية ما لقاه ولما شافوا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نطلب منك أن انت تستغفر لنا ويقع في الأصل أنه فقط إيد سيدنا قويس معين سيدنا عمر خطاب أفضل من مراحل من قويس هذا يريكم بسبب الأدئة البرّة العظيمة فزيارة قبر الوالدين كل جمعة تغفر بها جميع الزنوب وتكتب عند الله سبحانه وتعالى بوارن بوالديكم ويريد بقى تطبقوا السنن اللي نحنا قبلها قبل كده في الدروس كنت قلت حضرتكم قبل كده الرسول قال الذي يقرأ قوله والله أحد حداشر مرة في المقابر أو عندما يمروا جنب المقابر المقابر يأخذ سواب حسنات بعدد نسل في المقابر كلها قلت حضرتكم الشيء بالشيء أذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ قوله والله أحد ثلاث مرات يقول الزكر العظيم لا إله إلا الله هو واحدة لا نعبده إلا إياه مخلصين له الدين ثلاث مرات ربنا يبني له مئة ألف ألف غرفة من دور وياقوت يعني مئة مليون غرفة فلو أنت قرأت قول الله أحد حداشر مرة أو أكثر خمسين مرة مئة مرة وقلت هذا الزكر بنفس العدد يعني قرأت خمسين مرة تقول الزكر ده مئة خمسين مرة الزكر يقول لا إله إلا الله هو واحدة لا نعبده إلا إياه مخلصين له الدين وهبت الكلام ده كله للأبوين والأهل المقابر الصباح يكون إزاي؟ أنت هتبني مئات الملايين أو ربما مليارات الغرف وهما كمان هتبنوا مئات الملايين ومليارات الغرف من الجنة من الياقوت والدور يبنزان دي هتؤدي فضله عظيم جدا للموتة وللأبوين وفيه برضو ذكر كنت قلت لحضراتكم قبل كده أن يقوله على قبر ميت هو بيترفع له خمسين ألف درجة في الجنة والميت اتغفاله الزنوب خمسين سنة وقلت لحضراتكم قبل كده ما تروش بقى الزكر ده مرة واحدة قلوا 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 خمس مرات عشان مرات لأن السواب حياته ضعف قلوا قلوا قلت عشان مرات با ربنا سيخفر للميت زلوب خمسين سنة ليس خمسين سنة ف حتى في صحابي سائل رسول الله على سلام في أحد الحديث قاله والسوء الله إذا لم يعد ايضا ميت سنة لم يعد ايضا خمسين سنة السواب دع البيت الصبح يروح فين قال له يرجع السواب لأهله وجيرانه وزويه اذا لما كامل المغفرة بيكون كبير والميد مش عايش المدة دي كلها المغفرة دي بتوزع على الاهل والجيران هتقول اي بايزان لو انت ازديت او عمرت هذه السنة للاب والام في القبور هينال سواب عظيم مش بس الاب والام ده كمان اهل المقابر كلهم فياريت اللي عنده قدرة ويحب زيارة القبور يعمل هذه السنة يزور قبر الاب والام كل جمعة بنية الاحسان بنية البر هيكتب برا وتغفر جميع الظنوب ان شاء الله وياريت تعملوا الكلام انا قطور حضرتكم ده الدعاء اللي كنت قلته واختار من قراءة صورة الاخلاص والذكر انا قلته وتهبوا هذا السواب جميعا الى الابوين وايضا الموت يعني انها الاسية تبقلل الابوين وتشمل كمان جميع الموت فبسواب عظيم جدا اولا هترفع درجات عظيمة في الجنة ثانيا هتغفر جميع الظنوب ثالثا هتبني مئات الملايين من الغرف في الجنة وايضا الموتة سيكون لهم نصيب كبير ايضا من هذه الغرف وانا حاول ان اكتب لكم الوصف اللي كنت كتبته في الفيديوهات السابقة عن الزكر وعن اقراءة صورة الاخلاص في قبور في الوصف وارد تحت هذا الحديث حيث ان الناس السبيد وارد تنسقوا هذا الكلمة الشوق كل قولي هذا استخدر الله لهم